قال المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران إن الحملة تنظم عدد من الخطوات التي ستقوم بها على مدار أيام الانتخابات فور انطلاقها في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر الجاري بعد بدء فترة الصمت الانتخابية وأضاف المستشار القانوني للمرشح الرئاسي أن الحملة شكلت غرفة عمليات خاصة تضم عددا من أعضاء حزب المصري الديمقراطي لمتابعة المندبين على مستوى كل المحافظات واستقبال أي ملاحظات لهم خلال العملية الانتخابية موضحا أنه سيكون هناك مندبون دائمون في اللجان ومندبون في أكثر من لجنة على مستوى المحافظات